الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الرابع عشر من يوليو لدينا تطورات كثيرة كلا الطرفين تقدمين اليوم في العديد من النقاط لذلك أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية واستحدث عن بعض الضربات الروسية على بعض المواقعها الأوكرانية فرجاء شاركوا الفيديو على أوصى نطاق هذه القناة تحتاج دعمكم قدر الإمكان وانضموا إلى قناة التليجرام سدع الرابط في الطعليق الأول لمشاهدة فيديوهات المعارك والضربات الروسية أو الأوكرانية وغيرها طبعا سأبدأ باتجاه محول دانياتسك حيث استطاعت القوات الروسية مواصلة عمليات التقدم في اتجاه قرية نوفوسليفكا استطاعت هذه القوات الروسية العاملة في هذه المنطقة من التقدم والسيطر على كامل هذه المنطقة باللون الزهري منطقة بعمق 334 مترا على امتداد 1.36 كيلومات الوحدات الروسية سيطرت على هذه المنطقة بشكل كامل وتخوض اشتباكات لمواصلة السيطرة على ما توقع من أجزاء في البلدة في الأجزاء الشمالية الغربية هنا وفي الأجزاء الجنوبية الشرقية هنا وفي الأجزاء الجنوبية هذه تحاول الوحدات الروسية قدر الإمكان السيطرة على هذه البلدة الهمة جدا وصبق وشرحنا أهميتها لن أعود وأكرر الأمر ولكن المعارك ليست بالسهلة هنا وبالتالي هذا التقدم أتى بعد معارك ضخمة ومعارك قوية بين كلا الطرفين أما في اتجاه أيضا نوفوسريفكا إلى الجهة الشرقية قليلا في موحيثها تقدمت القوات الروسية بعمق أقصاها 378 مترا على امتداد 1.8 كيلومات استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة الوحدات الروسية في هذه المنطقة مصرة كما قلت لكم على التقدم قدر الإمكان الوصول إلى خط الدفاع الثالث للقوات الأوكرانية عند هذا المسجر المائي وهنا بدأت تدور الأسئلة هل تستطيع القوات الأوكرانية فعلا السيطرة على الوضع وطبعا إبقاء القوات الروسية عند هذا الحاجز المائي أم ستستطيع القوات الروسية تجاوزه كما حصل سابقا في عدد من الخطوط الدفاعية كالخط الأول والخط الثاني كما نشاهد حاليا أسئلة مفتوحة الوقت سيجيب عنها أحبائي أما فيما يتعلق باتجاه جبهة دوراتسك وقطاع دوراتسك في اتجاه نيويورك استطاعت القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة كما تلاحظون هذا التقدم هنا كان بانتداد 2.3 كيلومات كما تلاحظون بهذا الانتداد في هذا الاتجاه تقدمت القوات الروسية بعمق 956 مترا وفي هذا الاتجاه تقدمت بعمق 1.6 كيلومات الوحدات الروسية تواصل توسيع سيطرتها في هذه المنطقة قلت لكم منذ بداية عمليات أن القوات الروسية أنشأت ما يشبأ العمود السكري في هذه المنطقة تقدمت 4.1 كيلومات وبدأت تتوزع شرقا وغربا تحاول التقدم وتوسيع السيطرة هنا مستغلة أنه ليس هناك الكثير من التحصينات هذه التحصينات التي تشاهدونها بالخطوط الزرقاء لا تشاهدون هنا الكثير منها وبالتالي اخترقت الوحدات الروسية بين هذه التحصينات واختارت المنطقة الأقل تحصينا وتقدمت باتجاهها وبدأت بالتوسع وهنا تعطي أهمية أو تعطيكم فكرة أهمية التحصينات ووجودها أين يمكن أن تشكل الكوات الروسية هجماتها وأين يمكن أن الكوات الأوكرانية أن تضغط بأي اتجاه كما كنتم تذكرون في الصيف الماضي حين عرضت الخط الدفاعي باتجاه زابروجي كان واضحا أين الكوات الأوكرانية تحاول الاختراك في اتجاه المناطق هنا أما أحبائي في اتجاه كراسنوريفكا في أيضا محور دانياتسك استطاعت الوحدات الأوكرانية يعادة للسيطرة والتواجد وتثبيت نقاط سيطرة لها في هذه المنطقة قلت لكم صباحا كان هناك منطقة رمادية على طول هذا الاتجاه الغربي من المدينة القوات الأوكرانية استطاعت التقدم بعمق 375 مترا وبعرض 122 مترا القوات الأوكرانية العاملة هنا تحاول قدر الإمكان أن لا تخسر الكثير من المساحات تحاول الاحتفاظ قدر الإمكان بكراسنوريفكا وطبعا أعود وأنا ذكرني أحدكم بالتعليقات بأمر ما سابقا لأدري من قال أن القوات الروسية تسيطر على 90% من كراسنوريفكا منذ أشهر تخيلوا أنه منذ أشهر القوات الروسية تواصل التقدم وحتى اللحظة لم تسيطر حتى على 80% أو 70% اللي يمكن تحديد ذلك ولكن تبقت مساحة كبيرة تحت السيطرة الأوكرانية رغم التقدم الروسي الهائل في هذه المنطقة والمستمر كما تلاحظون عمليات القدم مستمرة بشكل يومي هناك تقدم للقوات الروسية وبالتالي دققوا جيدا بمن تتابعون فالأمر لا يحتاج لا إثارة ولا تشويق تحتاجون الحقيقة وبالتالي المعارض القائمة مستمرة وحين يسيطر طرف على القرية نعلن ذلك بكل هدوء وبكل صدق وهنا يأتي الاختلاف قد يمكن التسرع والإعلان عن السيطرة عن القرية ولكن إن كان هذا الشخص غير صادقا ستحتاجون للعودة إلى من هو صادق ولذلك أتعمد التريث وانتظار مزيد من التفاصيل والمعارضات حول أي تقدم لأي من الطرفين هذا هو وقع الحال في كراسنوريفكا فلنتوجه إلى بخموت تحديدا في جنوبية قطاع بخموت استطاعت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على هذه المنطقة عند معبر هام جدا هذه المعابر هامة جدا تحاول كانت القوات الروسية السيطرة عليها هي أصلا كانت تسيطر عليها وتحاول من خلالها التقدم نحو قطاع توراتسك وقطاع المنطقة هنا بين توراتسك وبين شازيفيار لذلك القوات الأوكرانية العاملة هنا كانت تحاول تشكيل نوع من الضغط وردات الفعل لمنع القوات الروسية تشويش على القيادة الروسية واستطاعت التقدم في هذه المنطقة بالسيطرة على لون الأزرق كما تلاحظون تقدم بعمق أقصاها 622 مترا على امتداد 687 مترا تحاول القوات الأوكرانية التقدم إلى الشرقي القناة وإبعاد القوات الروسية في اتجاه أوزرانيفكا وكيرديوميفكا عن المعابر كي لا تستخدمها القوات الروسية لزيادة الضغط على الأوكران فلاحظوا بداية جبهة توراتسك في هذه المنطقة هنا قامت القوات الروسية بالضغط في هذه المنطقة وهنا وفي جنوب قطاع بخمت ذلك تحاول القوات الأوكرانية قدر الإمكان إبعاد القوات الروسية أيضا فيما يتعلق بالتقدم الروسي في هذه القطاعات استطاع القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة والسيطرة على مجموعة المنازل هذه تحاول التوسع أيضا قدر الإمكان في اتجاه زاليزني ولكن المعارك قائمة وطبعا إن دقتنا جيدا ربما تحاول القوات الروسية التقدم على طول هذا الطريق والوصول لهذا الطريق وفرض ما يشبه الطوق حول القوات الأوكرانية وإخضائها ودفعها للتراجع إلى الخلف لذلك المعركة قائمة وليست سهلة نتحدث عن مجموعة كرة محيطة بتوراتسك تخوض القوات الروسية والقوات الأوكرانية طبعا معارك شرسة جدا في هذه الاتجاهات أما أحبائي فيما يتعلق أيضا بموضوع التقدم والسيطرة وغيره طبعا كان هناك ضربة هامة للكوات الروسية استطاعت تدمير محطة رادارات أمريكي في اتجاه روريفكا قرب غابات كريمينا أيضا بمكان آخر استطاعت الكوات الروسية في هذا الاتجاه تدمير نظام آيرس الدفاع الجوي بالقربي من دانيبرو إضافة إلى ذلك هناك ضربة للكوات الأمريكية بالأمس طبعا صباحا باتجاه بودي بالقربي من خاركيف دمرت عند نقاط السكات الحديدية في هذه المنطقة الكثير من المركبات الأوكرانية في فيديوهاتها جميعا موجودة على تيليجرام إذا قلت لكم انضموا إلى قناة تيليجرام أحبا هناك معلومة يعني أحتاج التدقيق فيها وهي أن نظام آيرس يعمل بشكل كبير وفعال مع نظام باتريوت للدفاع الجوي بينما كما قلت لكم منذ عدة أيام أن إيطاليا وفرنسا وغيرها ستقدم بعض أنظمة دفاع الجوي بعضها صناعة يسمى يقال أنه لا يتناسك مع موضوع الباتريوت وبالتالي لا يتكامل معه وبالتالي أيضا الدفاع الجوي المقدم لأوكرانيا يحتاجون إلى أن يكون موحدا وفعالا ويعمل بشكل جيد ومتناسك وإلا سيكون ليس بفعالية المرجوة والتي يتمناها الأوكران أما فيما يتعلق باتجاه كوبيانسك أحبائي ففي هذه المنطقة استطاعت الوحدات الأوكرانية استعادة جزء من المنطقة التي خسرتها في وقت سابق تقدمت بعمق 1 كيلومتر وأيضا بعرض كيلومتر واحد استطاعت السيطرة على هذه المنطقة باللون الأزرق وبالتالي تحاول الكوات الأوكرانية إبعاد الكوات الروسية عن هذه المنطقة قدر الإمكان فيما تستمر العامات العسكرية الكوات الروسية في شمال نوفو سيريفيسكي وفي جنوبي بيرستوفي تضغط الكوات الروسية وأيضا في اتجاه مكيفكا تستمر المعارك بين الكوات الروسية والكوات الأوكرانية أيضا أحبائي كما أشعرنا في وقت سابق الكوات الروسية آنت اليوم بشكل رسمي عن سيطرة الكوات الروسية على يروزين تستمر المعارك في هذه الاتجاهات تحاول الكوات الروسية السيطرة على هذه المساحة والتقدم نحو مساحات إضافية ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة حتى اللحظة أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء أرجو منكم مجددا الانضمام من القناة تفعيل جرس التنبيهات مشاركة الفيديو طبعا التفاعل قدر الإمكان لمشاركتكم للفيديو هي الأهم صدقا كي ينتشر هذا المحتوى وإلا سنقف عند الحد المسموح به من الانتشار إضافة إلى ذلك لا تنسوا الانضمام القناة إلى قناة التليجرام وأيضا لمن يرغب بدعم القناة مادية لاستمرارية تهاية التفاصيل موجود بوصف الخاص بالفيديو وإن يمكنكم سؤالي في التعليقات شكرا لكم دوما وإلى اللقاء بفيديو آخر